صحيح شروق اليوم هو طبعا محطة مفصلية يعني خاصة أننا وصلنا إلى المناظرة التي كان ينتظرها كل من الفرنسيين وأيضا المرشحين للانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبين اليوم يعيد اللحظة نفسها منذ حوالي خمس سنوات قبل خمس سنوات كان هناك مواجهة بين مارين لوبين وإيمانويل ماكرون في عام 2017 والتي تأهل فيها إيمانويل ماكرون ليصبح رئيسا للجمهورية لكن اليوم المشهد مختلف مارين لوبين تريد الانتقام من ماكرون الذي كان في الجولة أو الجولة السابقة منذ خمس سنوات استطاع بالفعل الانتقام منها واستطاع أيضا أن يري الفرنسيين أنها غير قادرة على فهم برنامجي وأنها غير ملمة حتى بتفاصيل برنامجها الانتخابي اليوم تستعد مارين لوبين لهذه المواجهة والذي على حسب طبعا أنصارها أنها كانت تستعد لها منذ خمس سنوات وبالتالي مارين لوبين اليوم لديها ملفات أعلم أيضا بما سترود على إيمانويل ماكرون والذي يعني الآن هو بموقف يعني يقول هنا الفرنسيين أنه بموقف أضعف من موقف عام 2017 لأن لديه حصاد سياسي خلال الخمس سنوات هناك بعض السياسات التي رفضها هنا الشارع الفرنسي المجتمعي والتي يعتبرونها أنها سياسات مجتمعية عنيفة قام بها إيمانويل ماكرون وبالتالي اليوم الموقف لإيمانويل ماكرون على ما يبدو أنه سيكون دفاعي خاصة أنها بدأت هذه الجولة شروق بهجوم على إيمانويل ماكرون هذه المناظرة سوف تبدأ حوالي الساعة التاسعة مساءً مساء هذا اليوم وستجمع كل من الطرفين ستبثها قنوات فرنسية تيف آ وفرانس دو وسيكون هناك طبعا صحفيان سوف يديران هذا النقاش المجتمعي اشتركوا في القناة